اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري اصدرت المديرية العامة للنفط بيان جاء فيه بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه ريمو غجر بتحديد الاسباب التي ادت الى الحريق على خط الغاز في منطقة العبدي توضح المديرية العامة للنفط انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها التعدي على خط الغاز والنفط في منطقة الشمال بهدف الصارقة التي تندرج في اطار القرصن الواضحة لاملاك عموبية رغم الدوريات المستمرة ليلا نهارا لموظفي المنشآت واجراء ما يلزم من صيانة وقائية منعا لوقوع اي خطأ تقني غير محسوب وتطلب المديرية العامة للنفط من محافظ الشمال وجميع القوى الامنية المواكبة الدورية منعا لوقوع اي خطر مباشر او غير مباشر يهدد السلامة العامة وسيتم توجيه كتب رسمية وفقا للاصول لاتخاذ الاجراءات الرادعة اللازمة بعد الاعتداء الذي تعرض له مسجد في جبيل ومؤذنه على يد مجموعة من الاشخاص وبعد عملية متابعة من قبل الاجهزة المختصة تمكنت قوى الامن الداخلي من توقيف المعتدي والمحرد الرئيسي في العملية فيما تعمل على ملاحقة باقي المشاركين تمهيدا لتوقيفهم وفي السياق عينه قامت دورية من مدرية المخابرات في الجيش بتوقيف شخصين من المعتدين على المسجد وهما ميم خاء وألف ميم غرد رئيس الطيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي النائب جبران بسيل قائلا المسجد كما الكنيسة بيت الله وأي اعتداء عليهما طعن للبنان الطلاقي كل الإدانة لما تعرض له مسجد الإمام إبراهيم بن أدهم في جبيل مدينة الانفتاح والحياة المشتركة التي أسقطت عبر تاريخها كل الفتن ختام الموجز نلتقي في نشرة الظهيرة إلى اللقاء